الصناعة تعيد وراء عجلة الأرباح في بورصة قطر يعني دعونا نقف على ذلك حزب الأداء والمؤشرات والأرقام والمعطيات في أرباح شركات قطاعات الصناعة في بورصة قطر الأرباح المجمعة كانت مليارين وخمسمائة وخمسين مليون ريال يعني بالنسبة للتغير إيجابي بلغت مئتين ثلاثة وعشر في المئة أعلى من التوقعات نسبة كبيرة بطبيعة الحال ما هي الشركات الأكثر اجتفاعا نتحدث عن قامكو ونتحدث عن صناعات قطر ونتحدث عن مسعيد وكلها كانت قفزات نوعية يعني قامكو على سبيل المثال حققت 124 مليون ريال بقفزة 1054 في المئة صناعات قطر أيضا 619 في المئة أيضا هذه الشركات يعني تحقق هذه النسب العالية ويصحر ذلك من خلال هذه التفاصيل لماذا ارتفعت الأرباح بهذا الشكل؟ تحسن هامشة رفعية كان واحد من الأسباب ونمو الطلب على المنتجات في العالم بعد الهدوء النسب الذي شهدوا العالم في هذا الربع من خلال الهدوء لهذه الجائحة واللقاحات وما إلى ذلك من هذه التفاصيل الإيجابية المركز المالي للقطاع الصناعي القطري بنهاية الربع الأول من 2021 الأصول شهدت تراجع ب0.4 في المئة لتحدث عن 106 مليار ريال أصول صناعات قطر تمثل حوالي 33 في المئة من الإجمال العام حقوق الملكية أيضا تغيرت إلى 84 مليار ريال بتراجع طفيف 0.7 في المئة حقوق المساهمين لمساعدة على سبيل المثال تمثل 19 في المئة من الإجمال التوزيعات النقدية حصل فيها تغير وتراجع ب23 في المئة إلى مليارين و890 مليون ريال وهي تتوافق مع التوقعات وحسب المحطيات العامة للاقتصاد وتأثيرات جائحة كورونا بطبيعة الحال ما هي أبرز تطورات القطاع الصناعي القطري في 2020 الاستثمارات الصناعية بلغت 263 مليار ريال نتحدث عن منشآت صناعية ارتفعت بـ 6 في المئة إلى 927 مليار ريال حصة الصناعات الصغيرة والمنتوسطة تسأثر بالنسبة الأكبر نتحدث عن 84 في المئة من إجمال المصالع في قطر مساهمة الصناعة في الاقتصاد القطري تقدر بـ 11 في المئة بدعم من الصناعات النفطية على وجه الخصوص إذن هذه هي الملامح العامة للصناعة في قطر وقد كان أداء المؤشر والقطاع الصناعي رفيعا وعاليا وأسهم في دوران الأرباح في البورصة القطرية ترجمة نانسي قنقر